اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي قبل ايام كنت اقرأ خبر وربما ايضا كثير منكم قرأ هذا الخبر يعني تناولت وسائل الاعلام العراقية في هذه الفترة الخبر يقول بالنص انه محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالسجن على شخص معين يعني لمدة سبع سنوات لماذا؟ لقيامه بتسليم وثائق وصور هكذا لقيامه بتسليم وثائق وصور لمؤسسات حكومية الى جهات اجنبية يعني العقوبة لمدة سبع سنوات لانه هذا الرجل قام بتسليم وثائق وصور لمؤسسات حكومية الى جهات اجنبية لهنا الخبر طبيعي جدا جدا في بلاد في دولة موجودة ومعروفة لكن في دولة في بلد ليس فيه نظام وليس فيه دولة غريب وفيه مثل العراق غريب استقلاله غير ناجس سياته غير كاملة صراعات فوضى تهجير نظام سياسي هجين شاذ غريب فساد كل ما يخطف في بالك من السوء موجود طيب نعم صحيح انه ان يسلم وثائق وصور لمؤسسات حكومية وتعبوا على الدولة وعدها لمؤسسات اهلية الى جهات اجنبية يحاكم في اي بلد في العالم لكن في العراق علينا ان نسأل اولا هل العراق الان هو دولة هل في العراق اسرار معينة هل العراق المؤسسات العراق هذه منذ عام 2003 اللي حد الان هي مؤسسات رصينة وغير مخترقة ولا تعمل بيها ولا تديرها دول ومنظومات وميليشيات وقوى خارجية اذا كان هذا كل ما موجود فالعراق سليم وهذا القرار يعني اقل شيء لكن عندما يكون ماكو دولة اجهزة الامنية كلها مخترقة هم يتحدثون بهذا مو احنا هذا الكلام ممنعدنا هم يتحدثون ان اجهزتنا الامنية مخترقة اجهزتنا الاستخبارية المخابرات الدنيا كلها مخترقة لانه مسيطرين عليها يعني كثير من الناس يعني عندما يكون يعني من قاتلك في حرب كاملة يتغلل في 8 سنوات قاتل شعبك بغض النظر عن شكل النظام ودائما ما نقوله لكن يقاتلك مع جيش دولة اخرى ويأتي ليكون حاكما لك الآن يعني كيف يكون ولاءه لك أم لتلك الدولة التي قاتل مع جيش يعضد بك ما خلي قلونا فالولاء لهذه القوى التي تحكم العراق ولاء مشكوك به فهي من تسر بالمعلومات ونحن بلد محتل حد الآن من يقول ان العراق ليس محتلا الآن كاذب واما كاذب او ما هو واهم وبالاغلب هو كاذب واما واهم لانه ماكو عراق ما يعرف ان العراق ما زال محتل محتل امريكيا وايرانيا والايرانيين يصرحون ويمرحون به بكل قوى هم من الحرس الثوري للمخابرات الى الطلاعات الى غيرها كلها هذا واقع حال يعني نكذب على انفسنا هذه الميليشيات ادوات بيدمن ما رئيس اركان ما يسمى بالحجد الشعبي راح الايران وقال نحن ننتظر وهو يقول المؤسسة العراقية الحجد الشعبي مؤسسة عراقية تابعة تحت امرة القادة عن قوة المسلحة وتأتمر باوامر القائد العام قوة المسلحة اللي هو رئيس الوزراء ذهب رئيس اركان هذه المنظومة اللي يقولون امنية وتابعة للحكومة وتابعة للدولة ذهب الى ايران وقال نحن طو عمر خامني شي قرر خامني ننفذ احنا ننتظر القرار من خامني اذا هو ينتظر القرار من خامني تجون تحاسبون العالم الآن قام بتسليمه الثاق وصوره مؤسسات ليش هي ظل شيء سري في العراق وظلت وثيقة وظلت صورة وظلت مؤسسة وحكومية ما يعرفون بها لجانب ويجي هاجنبي وشي سوي بالعراق وشي تحتاج من العراق وهو العراق كل مكشوف كل مؤسساته مخترقة كل شي بيه لانه هوية ما عنده عقيدة حتى القوى الامنية قوى العسكرية وانا عقيدته شونا عقيدته كل ميليشيا كل حزب الى مجاميع معينة هو يعينها هو والمحاصصات جارية بالوزارات من اعلى شيء الى اقل شيء من من الشمال الى الجنوب من الغرب الى الشرق كل هاته يعني مثل ما يقال من الوزير الى الخفير كلها بالمحاصصة الطائفية والعرقية فانت توزع عقيدة غائبة الدولة يعني ماكو شيء بالعراق صار ما بيه ثمن ما يباع بثمن اي شيء له ثمن يبيعوه مع الاسف الشديد هؤلاء علموه الناس هكذا الفساد علموه ماكذا وحتى ذا بدون ثمن هم يبيعها لاجل كسب جغة معينة واشخاص معينين او ميليشيا معينة ومن اجل عيون ايران وامريكا ومن اجل يعني ليش هي مؤسسات الدولة اذا كانت هناك دولة ودوائر هل من تعمل يعني تعمل لخدمة المواطن وخدمة الوطن وهوية وعقيدة ماكوهش يعني بالتالي انت تسأل نفسك كيف يتحدثون عن سرية واحترام وحفاظ على العطر وهو ما موجود الفساد الكل يغطيني ويغطيك والكل يتهم الآخر البعض يتهم البعض بالفساد اذا كانوا القتلى يهربونهم اللي اللي يسراق يخرجونهم ولا برياء بالسجون العراق كله مكشوف للآخرين انت تجد حاسب الآن قيامة بتسليم وثاق وصور شونه الوثاق شونه هذه الصور شونه قيمته شدة لهذه الوثاق والصور يعني على اسرار اسرار العراق الوطنية هو اساسا خلي تكون خلي تكون هناك إطار وطني حتى بعدين بأسرار ماكو إطار وطني مفتوح على كل الجهات والكل تلعب على ساحته والكل تتصار على ساحته والعراقي هو من يدفع الثمن فبالتالي حكوم غريب الحقيقة يعني سبع سنوات لقيامه بتسليم وثاق وصور لمؤسسات حكومية لجهات أجنبية لجهات أجنبية ما العراق ما ظل الجهة أجنبية ما تعمل به وما تلعب به وما تعرف شيء ما يوجد به العراق مكشوف عاري ما عريتوا للعراق فبالتالي يتحدثون يا الناس أنه هذه الصور فلوس العراق نهيبها العراق كله 2 تريليون دولار ذهبت إلى الخارج هل عاقبتوا محد وجبتوا المسؤولين والأحزاب كلها هاي الأحزاب التي أثرت جبتوهم وخليتهم بالمحكمة بجنايات ما عرف منه ما أدري منه حاكمتهم وسجنتهم سبع سنين وسبع سنة وسبعين سنة لأنه بقوا فلوس العراق هاي الصور هاي وثائق ظل الصور وظلت وثائق وشنو السري بالعراق ما هو نوع السري في العراق كتب رسمية تصدر من وزارات من مكاتب وزير تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما ظلت قيمة لشغل الله يدكو ما ظلت قيمة لأي شيء اسمه محترم فبالتالي تعاقبون الناس معلسف الشديد وقت هذه الحرقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حرقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة